لسه بتحاول ان انت تشوف طريقة تستخدم بيها فيو سري مجانة انا مش عارف انا جايب لك طريقة جديدة. بس هيقابلنا مشكلة صغيرة. فيا ترى هنعرف نحلها مع بعض ولا لا? ده اللي هنشوف في الفيديو. لو انت مهتم دوس لايك ويلا بينا نبدأ. اول حاجة هنعملها هندخل على جوجل وهنكتب في البحث ديسكورد. هيزهر لك اول رابط ده. اضغط عليه بالشكل ده هيحولك على ديسكورد. لو انت عندك حساب ديسكورد فانت مش محتاج تعمل الخطوة دي. ولو انت مش عندك فانت هتضطر انت تعمل حساب على ديسكورد. اول حاجة هنعملها هنروح هنا بكل بساطة هنضغط على لوج ان. هيحولنا على الصفحة دي. في الصفحة دي هنروح نضغط منها على وهتيجي هنا تكتب كل التفاصيل الخاصة بك. الايميل والاسم واليوزر نيم والباس وورد والحاجات دي. بعد ما اضيف التفاصيل اضغط عليك خلاص كده عندك حساب على ديسكورد. الخطوة اللي بعد كده هنروح نفتح تاب جديدة. هنكتب في البحس. وهنختار اول رابط هيزهر معنا. عبارة عن عبارة عن شات بوت زي بس احنا هنستخدمه في حاجة تانية. كل ما عليك انت ببساطة تضغط على الايكونة دي هزهر لك هنا وهنا بيقولك ان انت ممكن تجرب خاصية الفيديو بس عن طريق الديسكورد. اضغط على تراي ديسكورد. هيحولك تاني هنا على الديسكورد. هتضغط على وتلقائيا بعد ما تضغط على هو هيحولك على القناة الخاصة بهم. ما انتش محتاج بقى ان انت تسجل حسابة في الموقع لانك كده كده سجلت. هتظهر لك الصفحة اي حاجة تظهر لك اضغط على بعد كده تظهر لك الصفحة بتاعتهم بالشكل ده. هنروح في الشمال هنا هيضغط على اي حاجة فيها فيديو. فيديو ارينا وان فيديو ارينا تري اي حاجة فيهم. وبعد كده هنيجي هنا في الدرداشة هنضغط على من الموبايل او اللابتوب من الكيبورد يعني. واختار لو انت عايز بتعمل صور هتحول الصور لفيديو. والفيديو اللي هي خاصة بكتابة نص تحول الفيديو. هنختار اول حاجة الفيديو. وهنجي هنا نكتب انا هنا هكتب له كنت مجهزه باسلوب معقد شوية. وتعالنا نشوف هيعمل هنا ازاي. كل ما عليك ان انت بكل بساطة بعد هتضغط على ممكن يطلب منك اي حاجة زي مثلا تلوافع الاتفاقات ايضغط على وبعد كده هيبدأ ان هو يعمل لك الفيديو. في أقل من عشر دقايق هتبصت لايجي لك رسالة وان هو عمل لك الفيديو. بالفعل هنا اعمل الفيديو هنا اتنين تعالى نشوف النتيجة. طبعا الفيديو هيزهر قدامك مربع بالشكل ده لكن لما تجي تضغط عليه هتلاحز ان هو ظاهر بشكل عريض وبجودة كويسة بالشكل ده. تقدر طبعا ان انت تتحمل الفيديو لو انت روح تضغط على سيف فيديو من هنا هتحمل الفيديو عندك على الجهاز. عمل لنا هنا فيديواني اتنين بقدر نشوف الفيديو التاني برضو بالشكل ده. ده النزام اللي هو حاجات بتفتح باسلوب طبعا بيجي لك في النهاية زي ما احنا شايفين يعني ممكن نقول هي حاجة تخص الموقع لكن تقدر شيلها بالمونتاج. بس نتاجة كويسة. طبعا في الناس كتير هنا عاملة صور يعني انا شايف هنا صور معمولة كويس جدا. بصراحة مش عارف هو بيستخدم موديل ايه في الصور لكن انا حاس ان هو موديل كويس قوي. وفي ناس كتير هنا عاملة فيديوهات بالشكل ده. دخلت برضو هنا على تاني بس لاحظت ان هو هنا بيقول ان انت متاح لك فقط يوميا تمام فيديوهات. وده عادت كويس جدا مقارنة بالفيديو سري لو بدينا فقط تلات فيديوهات. بس اهم حاجة ان الموضوع ده يكون مستمر معنا. برضو عاد تقلب في الفيديوهات بصراحة لقيت فيديوهات حلوة. في فيديوهات من غير صوت وفي فيديوهات بصوت. يعني لما طلعت كده فوق شوية لقيت في فيديو معمول بصوت بس انا مش عارف هي المشكلة فيني. يعني المشكلة في ان احنا بنختار موديل ولا هو بيبقى حاجة تلقائية. هنا مثلا ده اهو. تعال كده اشغل. نتيجة كويسة جدا. بس اش معنى ما بيزهرش معنا صوت مش عارف. فتعال كده نجرب انا خدت نفس البرومت. وعايز انزل تحت هنا. واحاول لانا اعمل يعني اي حاجة بحيس نشوف هل هيعمل معنا الصوت ولا لا. فهاجي هنا تاني واضغط على من الكيبورد. دي مهم عشان لما تضغط عليها اظهر لك الحاجات اللي ممكن تستخدم. وهنروح هنا على الفيديو. وهنجي هنا في البرومت نكتب البرومت بتاعنا بالشكل ده. انا مفروض انا جيتها جبت نفس البرومت بس لو فيه تفاصيل مش محتاجينها هنحاول ان شاء الله يعني كل حاجة هنا تمام. معادة الجزء ده مش محتاجينه. وبعد كده بكل بساطة هنشوف برضو ازا كان في حاجة تانية مش محتاجينها اه ده برضو الجزء ده انا مش محتاجه كده البرومت بتاعي جاهز. ده نفس البرومت اللي احنا شوفناه فوق. بس عايزين نشوف هيعمل معنا صوت ولا لا. هنضغط على انتر. وهيبدأ الوقت يقول لي استنى شوية على ما الفيديو بتاعك يخلص. وبعد كده اجي لرسالة ونشوف الفيديو. وهنا عمل الفيديو بس تعالى كده هنشوف هيعمله بساطة ولا لا. الفيديو كويس مش وحش. ودي فرصة كويسة برضو للناس اللي عايز تعمل الفيديوهات ببلاش. بس هو المشكلة ان هو ما عملش فيه صوت. هو ده المشكلة لها مش عارفة حالها بصراحة. ويلاقيه لو حد تجرب ولها حال يقول ليه في التعليقات. بحيس نقدر نعمل الفيديوهات بساطة ويكون الموضوع احسن. طب تعال ان نجرب بقى حاجة كمان ان احنا نجرب موضوع اللي احنا نضيف صورة ونحاولها الفيديو. نضغط على وبالمرأة دي هنختار نضغط علىها بالشكل ده. وهنيجي هنا نضغط على يعني هنضيف صورة يعني. معنا صح. هنختار اي صورة من عندنا كنا عملنا صور قبل كده شبه دي. نضغط على وهنيجي هنا في نكتب اي تفاصيل. هنقول له مسلا هنا ايه يعني حرك لنا الصورة. ممكن نكتب بشكل اوضح او اكتر مفيش مشكلة. وبعد كهن نضغط على هنا قال لي لا ان انت لازم تضيف كلام اكتر عشان يطلع معك كويس. فهنكتب شوية تفاصيل بحيس يقبل بتاعنا. هرجع تاني هنا اضيف تاني فيه تفاصيل اكتر بالشكل ده. ونضغط لي على هيبدأ دلوقتي ان هو يبعت الامر بتاعنا. وهيعمل حول لنا الصورة لفيديو بالشكل ده. جاء لي هنا رسالة ان الفيديو بتاعي خلص فهنضغط على هيجيب لي الفيديوهات اللي اتعاملت. عمل اللي هنا فيديوهين هنضغط على اول واحد تعالي نشوف النتيجة. حلو. الحركة تمام. زي ما احنا شايفين الطفل بيدي للروبوت الحاجة والروبوت بيمسكها وكأن في حوار ما بينهم. حجبنا بصراحة الفيديو. تعالي كده نشوف الفيديو التاني. طبعا مشكلة لحد الوقتي برضو ان هو مفهوش صوت. لكن هيبقى دي فرصة كويسة جدا. مجانية للناس اللي عايزة تعمل فيديوهات بالذكية الاصطناعي. بغض النظر عن الحتة اللي بتظهر في الاخر دي. بس اللقاطات اللي في الاول دي حلوة جدا. لان انت عندك تمن ثواني. كلهم ما فهمش غير الفيديو اللي انت عايزه. انما اخر كم ثانية اللي هم بيكملوا حداشر ثانية دول. خاصين بالموقع بس. لكن بصراحة الخدمة زي الفول. هتقدر طبعا تحملها من هنا. فلحنا نستفادل من الفيديو ده. ان انت الحديد دلوقتي لو انت عايز تعمل فيديوهات بدون صوت. بس هتستخدمها ان انت تعمل بها علانات او مشابه ذلك. فالموقع ده يفيدك. الموقع بيعمل تمن فيديوهات يوميا. طب مش عايز اقول لك ان انت لو عايز تعمل فيديوهات اكتر. فانت بس كل انت محتاجه تعمل لك حسابين تلاتة اربعة من ديسكورد. وتدخل على نفس الجروب او نفس القناة. على ديسكورد. وهتلاقي نفسك بتعمل بدل الفيديو هتعمل تمن فيديوهات هتعمل ستاشر تمنتاشر اكتر زي ما انت عايز. نقطة كمان مهمة ان انت هتقدر كمان تحول الصور اللي عندك الفيديوهات. وزي ما شفنا النتائج كانت كويسة جدا. واضافة ان انت هتشوف فيديوهات كتير معمولة في نفس المكان لناس تانية. الفيديوهات دي هتقدر تستفيد منها في انك تعمل فيديوهات جديدة. لو انت عايز تقتبس منهم مسلا او او ما شابه زي. نقطة كمان ان انت لو وصلت لحل ان انت تعمل فيديوهات بصوت يلي تكتب لي في التعليقات ان انت حالية المشكلة. عشان نناقشها مع زميلنا او اصحابنا. ونعرفهم ازي ان هم عملوا الفيديوهات بصوت باستخدام الخاصية دي. الخاصية دي ممكن تكون متاحة لمدة طويلة لمدة قسارة ده مش بيدي. فلو انت جيت في اي وقت لقيت ان هي مش شغالة ما حدش يزعل مني لان ده بيكون غزب عني. اتمنى يكون عجبك الفيديو. لو اعجبك الفيديو دوس لايك وما تنساش تسيب لي اروايك في تعليق. ولو انت مش مشترك في القناة اشترك وفعز الجرس عشان يوصلك مشعار بكل فيديوهات جديدة وفي النهاية السلام عليكم.